ان يهدى مدارك ويشرد اطفالك لا اقسى من هذه اللحظات المؤلمة التي يعيشها اصحاب الديار وهم يرون بيوتهم تتهاوى امام انظارهم على واقع صراخات الموت ودوية الديناميت هذا الفعل اصبح سلوكا متبعا انتهجت ميليشيا الحوثي على معارضيها منذ بداية توسعها من محافظة صعدة وحتى اخر بقعة جغرافية التهمتها بعد انقلابها على الدولة محافظة اب هي الاكثر تعرضا لهذه المسيرة التفجيرية فخلال ثمانية اشهر تم تفجير خمسة وخمسين منزلا علاوة على حرق عدد اخر منها وبحسب احصائية للمقاومة فان سبعة وثلاثين منزلا تعرضت للتفجير الكامل بينما ثلاثة عشر منزلا اخر تعرضت للتفجير الجزئي والاضرار نتيجة القصف العشوائي او تفجير منازل مجاورة فيما خمسة منازل تم حرقها كليا الجرائم توزعت على عشر مديريات من مديريات المحافظة وكان لمديرية الحزم النصيب الاكبر منها حيث نالت اثنة عشر جريمة تفجير من اجمال الجرائم تلتها مديرية جبلة بثمان حالات تفجير وجاءت في المرتبة الثالثة كل من مديريات السبرة ويريم وبعدان بواحد وعشرين جريمة تليها مديرية الرضمة التي شهدت تفجير اربعة منازل وست جرائم تفجير منازل في ذي السفال والظهار مناصفة لتختم الميليشيا مسيرتها بتفجير اربعة منازل في مديريتي العدين والمشنة موسيقى